ادراكا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأهمية الاهتمام والاعتناب هذه الفئة الغالية علينا جميعا وهم ذو الإعاقة وجهت مجمع الملك فهد اجتباعة المصحف الشريف بعقد هذه الندوة وهي ندوة تعليم القرآن الكريم للأشخاص ذو الإعاقة والتي ستعقد إن شاء الله في الفترة من 2 إلى 4 صفر 1441 الموافق 1 إلى 3 أكتوبر 2019 ميلادية في رحابي مجمع الملك فهد اجتباعة المصحف الشريف طبعا هذه الندوة تأتي تتويجا للجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية لخدمة هذه الفئة ستقدم إدارة تقنية المعلومات نموذجا مبسطا لكيفية الاستفادة من تقنية الواقع المعزز لخدمة فئة الصم والبكم وذلك من خلال استغلال الفيديو الذي هو يقوم بتفسير معاني القرآن الكريم إلى لغة الإشارة وندمج معه تقنية الواقع المعزز اللي هو الـ AR بحيث أنه يستطيع صاحب الحاجة أن يفتح أي مصحف من مصاحف المجمع ويشغل الكاميرا ويشغل البرنامج الخاص به فيظهر له فيديو على أي مصحف يظهر له فيديو يفسر له معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة طبعا إحنا كأشؤون فنية اهتمينا بجميع المطبوعات الخاصة بالندوة مطبوعات الندوة تجتمل على بروشورات، بوسترات، كتيبات أما بالنسبة للمكفوفين قام المجمع بطباعة مصحف الخاص بالمكفوفين وقام بإنتاجه على أعلى مستوى وطبعا سيتم خلال المعرض عرض نماذج من طريقة إنتاج هذا المصحف من ضمن التقنيات التي سيتم تداولها وعرضها في معرض الندوة موضوع أيضا تقدمه إحدى الشركات وهو يستغل تقنية الواقع المعزز في عرض التفسير الميسر وغريب القرآن أيضا وهذا المشروع أعدته إحدى الشركات لكامل المصحف نحن في هذه المناسبة نقدم الشكر الجزيل لولاة أمرنا لاهتمامهم بهذا المجمع وبوزارة الشرون السليمانية ممثلة في هذا المجمع وما يجده المجمع من دعم واهتمام ومتابع لمخرجاته لينفع ويحقق الأمال التي عقدت عليه من قبلة ويات الأمر ترجمة نانسي قنقر